اشتركوا في القناة 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 عشان تطعنوا في الاسلام على فكرة لو كانت سورة مريم تشريف لمريم يبقى سورة البقرة تشريف للبقرة برضو و سورة العنكبوت تشريف للعنكبوت ما علينا ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا أنا عجباني تأزهم أزا أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا شايف أزا وعدا ده الشعر ده القافية ده الفاصلة بس اللي جواهم مصيبة عايز تقول إن ربنا هو اللي بيبعث الشياطين عشان يغو البشر عشان بعد كده أنا اللي عايز أقول بردو هو أنت هونت بتصطط في الماء العكرة ها أنت بتاخد الآيات اللي هي فيها أنا اللي بأزك أزا أستشوف أنا حقول لك كل حاجة لها مخرج كل حاجة لها مخرج بضع متشابهات وآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ ألف سنة ميت هو شايف أنه الكفار أو اللي بيسميه من الكفار بيعرضوه إذا لو أنت مش شايف بيعرضوك مين اللي خلاهم بيعرضوك ده أنا ده أنت مش فاهم حركات أنت مش شايف ليه أنت مش شايف أنه أنا ببعث الشياطين على الكافرين تغويهم إغواءا تأذهم أزة حلوة أزة نحن عندنا يوز في مصر يقول لك يوز يعني يسلطوا على أحيان آه ما هو بيوز ربنا بيبعث اللي يوز فلا تعجل عليهم أنت مستعجل ليه فلا تعجل عليهم إنما نعدوا لهم عدة استبار بس آه إحنا بلجاهس لهم يهدأ يهدأ يصبر على الطبيخ لما يستوي أنت مش في عمني أنا بعتك يا رسولي بس أنت أخفهم بقى أنا اللي أنت متضايق وإذا أعلانوا أن هم مش مصدقينك طب أنا حقول لك على حاجة تعرف هم مش مصدقينك ليه أنا اللي مدبر يا حلوتك ده أنت إله آخر شوفتني ده أنا عجيبك أول ده أنا سبحاني يعني ما ليش مسير في الحاجات دي لا ومن نفس الجنس أنا أبعت رسل وأبعت شياطين وأبعت ملايكة تكتب دول بيعملوا إيه وده اللي بيعملوا إيه وعمل جنة ونار وفي المحي يبقى مية مية ومتعجلش عليهم أنت مستعجلش لا ومن نفس من نفس السياق يعني من نفس جنس هذه الآيات الأعراف بقى وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْتُ لَيَعْلَمُونَ أعمل لهم كمين سَنَسْتَدْرِجُهُمْ نعم آه نعم بالرأة وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينَ يعني مش بعيد يحطوا لهم طربة حشيش في العربية ويقول لهم أنت معكم خدرات ويلبسهم في قضية 25 سنة آه تخيل بان إيه تعليقك إن كيدي متين إيه رأيك فيها لما يقول لك إله أنا كيدي متين بيفكرني بسورة يوسف بقى لما بيقول إنه من كيدي كنا إن كيدي كنا عظيم يعني كيد ربنا أقوى من كيد النساء كمان آه يعني إيه يعني فيه كيد الشياطين وفيه كيد النساء وفيه كيد ربنا سبحانه وتعالى فطبعا من اللي يكسب البرنجي لازم كيد ربنا طبعا وليس بصراحة الواحد لما يبتدي يفكر في الحيات دي ويلائي نفسه ما هو أنت دي أزمتك بقى إنك بتبتدي تفكر عايش نعمل إيه الشربة دي أنت تروح وقتها كده وتقول بسم الله الرحمن الرحيم بالله مبارك لنا في مرد أختنا وتبلع وما تستطعمش ما هو ده السحر صلي بيها وردد بيها وقرع على رأسك ما هو ده السحر بتاعها ألم تخيل واحد بيقرع على عرس ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين نتأذهم أزا أو لو أراها عبد الباصد عبد الصمد بالتجويد تتلاقي الناس الله هو أكبر أقول ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك الله هو أكبر نحن عارفين ربنا هو اللي بيبعت الشياطين مش ربنا هو اللي بيبعت الشياطين وإحنا في الشهر الكريم اللي احنا فيه دي الوقت مش الشياطين دول مكبلين طيب الأزمات اللي بتيحصل دي مين اللي بيعملها بقى مين اللي بيواسوس بقى مين اللي بيقز ما هو ربنا ما عندهش الشياطين بس ما هو ربنا عندهه مترا فيها اللي هو يروح يقول لهم إيه أمرنا مترا فيها دايما يعني هو ربنا هيعتمل على الشياطين بس عنده جيش عنده جيش عشان الفيلم يفضل عارف كاتب السيناريو ده ربنا ممكن يكسب أسكار لو انتش خدت الفيلم ده كم جيش شغالين مع بعض وده ضد ده ومتعرفش مين ضد مين ومين اللي قتل ومتعرفش مين اللي أغوى ما هو ديها بقى إيه هيتش كوك بتاع السماء هو اللي هو يعمل لك الحبكة أنه انت ما انتش عارف مين اللي ورا الأزمة طب إيه رأيك أنا عايز أقول حاجة للمشاهدين والذين لم يحطوا لايكاتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمهم هنجيبهم هنجيبكم أحسن بالراحة أعملوا لايك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة